السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة مطبخ امتو ام كانت منكم اخواتي تكونوا باخر على خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم بريوش بشكل جديد يجي مقطن ارتب مفش فش بحشوة شوكولاتة بدون بيض بدون زبدة مكونات في المتناول وبطريقة سهلة وبسيطة دعكم معي تكتشفوا المقادر وجميع المراحل اللي سنحضروا بهذا البريوش وكنتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الاخر اذا اعجبكم شاركوهم على الاحباب والاصدقاء وفرجة ممتعة سنحتشف المكونات 180 مل من الماء الدافئ 100 مل من الحليب الكامل دسم 80 مل من الزيت النباتية كيس من السكر فانيلا من فئة 8 جرام تقدروا تعودها بالفانيلا السائلة او لا بالقشور ديال ليمون عندي ثلاثة ديال ملع اكبار من السكر حبيبات ساندة رشة ملح لتصحيح الدوق وعندي اثنين ملع اكبار من الخميرة الفورية تقدروا تعودها بالمعجونة نحتاج 480 جرام تقريبا 480 جرام من الدقيق الابيض يعني تحن الفرس وعندي مغربة من قبل هنا في واحد الاناء صغير وضعت فيه السكر ونضيف عليه الخميرة الفورية ونضيف نصف الكمية الماء الدافئ سنخلطيه في وحد ترى باليدوي ونغطيه ببلاستيق غدائي ونخليف ماء الماء الدافئ حتى تفعلي الخميرة بعد ما تفعلي الخميرة سنفرغ الخالط في واحد الاناء كبير ونضيف عليه الكمية المتبقية ديال الماء الدافئ والحليب والسكر الفانيلا ونضيف الزيت ورشة الملحة ونخلط هذه المكونات كاملين بالطراب اليداوي نضيف دقيق بالتدريج وعندي دقيق كما قلت مغربين من قبل بالنسبة للدقيق اللي استعملت هنا هو من قبل كنت كنت نستعمل كنت نخدم بالدقيق الالدي ولكن مؤخرا نغيره فلا يجب عليهم المعجنة جيدة فاستعملت أرينا دقيق الحلويات نحاول نضيف بالتدريج دقيق وندخله في الخالط يعني لا نحتاجه لنعجنه البريوش نخبطه واحد شوية بيدينا ندخله الكيميات الدقيق في الخالط سوف نحاول غيب شوية كما تلاحظوا ونجمعوه بعد ما نكمل الكيميات الدقيق سوف تحصل على واحد العجين اللي يكون تلصق واحد شوية في اليد بعد شكل هذا يكون خفيف واحد شوية ندهنه بواحد شوية الزيت نشكله على شكل كورة ونغطي بواحد بلاستيك الغذائي وبواحد المنديل ونخذله حتي ختمر بعد ما يكون الخمز كبير سوف يحتاج وحد شوية شوية ختمر يحتاج وحد الوقت طويل لا يشعر أن أصبحتها في دقيقةك تختمر بعد ما يختمر وانضعه في الحجم دروري نخذه ختمر باش يجحلون هذا البريوش سوف نخرج منه الهواء ونخذ السطح العملي بقلي من الدقيق وندق نحاول أن نجمعها على شكل كورا ونجمعها على شكل مستطيل إذا كان لديكم سطح العمل كبير سوف تزيل الضغط لن يتأتي العجينة من حولها لن يكون دقيقك وذلك هي الأسفل سأسüل العجينة من المزيد ونجمع نشواجه دهن انا استعملت هذا الشوكولات الميركاظونا تستعملوا نوتيلة الأصلية اللي عندكم في البيوت لكم تخدموا بها هي اللي ستدهنوا بها هذه العجينة انا استعملت هنا ميركاظونا وكان استعمل اللي كاللقى فيها بروموسيون ما عنديش الفرق المهم تكون فيها النسبة للبندق عالية وصافي وبنسبة للشوكولات الدهن نحاول انصخنه واحد شوية في ميكرو انضاس لان الجو بارد او اللف الحمام مائي اذا كان الجو سخن ما نحتاجوش نسخنها ركا تكون داي برسها سنلفوها على شكل حلزوني بهذه الطريقة ونشدوها للجوانب ونقضوها مزيان ونقطعوه بواحد السكين اللي كيكون حاد والسكين يكون ماضي مزيان ويجيب في حالة الشكل هذا الشكل حلزوني ونمسح السكين ويضلقيناه مصخ بالشوكولات لكي لا يسخن العجين سنكمل هذه الكمية نقطعوه ونأخذ ملعقة العسل أو ملعقة خشبية ونضغطوه في الوسط ونضغطوه بها الشكل هذا نحاولو نضغطوه مزيان يعني حتم كملوهم كاملين ونرجعوه للولي مرة ونضغطوه على هاللمرة الثانية كي يثبت ديك الخط في الوسط بها الشكل هذا من طبيعة الحن وضعناهم في السينية لقد دخل فران وعندي الفران يسخن من قبل هنا ما خليتهم اختمروه خليتهم يرتاحو وغيرو 5 دقايق رشيتهم بشوية البيض مخلط اللي في عنده الحساسيات البيض ومع هدو الوصفة ديك البرجوش ما فيها البيض يستغنوه على البيض يدهنوه بشوية يعني بالقليل من الحالب العادي دهنوه من فوق باش يعتوح شوية ديك اللون سوف يدخل الفران على درجة حرارة 160 درجة وتكون يعني الدرجة الحرارة مهيلة يعني قليلة واحد شوية باش يختام عفوا باش ينتفخ ويتم التحت ونهبطوه يتحمر واحد شوية من الفوق ونخرجوه خلي واحده برد مزيان مزيان وعاد يرشوه بالسكر سقيل يعني السكر غلاسي وليما بغاش السكر يقدر ياخد غير واحد شوية ديك الناباج ويدهنو من الفوق ونقدموه بصحة وراحة هذه تبقى كفكرة الأمهات نحسب أولادهم القوتي والفطر في الصباح كما لاحظوه سهل في التحضير وشوكولاتة الدهن محببة من عند الصغار وحتى الكبار كيجي مفش فش كيجي رائع في شكل دياله وحتى المدق دياله وكما كتلاحظو كيجي سهل في التحضير نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتكون نالت استحسانكم وتجربوها اللي جربتها ما تنساش تصيفتلي التطبيق عبر انستغرام وتقدروا تشكلوا هاد البريوش صغير يعني عندكم الاختيار كنتمنى تزيدوا تشجعوني وتزيدوا تدعموني باللايكات ديالكم وبتعليق ديالكم جميلة وخليتكم الراحة وفي امان الله وفي الفرصة القادمة بحول الله وصفة جديدة ان شاء الله وبالنسبة المقادر عادي تلقوهم ايا في الواسطة الفيديو ايا في صندوق الوصف وشكرا على حسين المتابعة وفي الفيديو القادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة